نفذت اللجنة الوطنية للتحقيق في الدعاءات انتهاكات حقوق الإنسان نزولا ميدانيا إلى مركز الاحتجاز في إدارة الاستخبارات العسكرية والأمن السياسي وشرطة تعز وعين فريق اللجنة برئاسة عضو اللجنة القاضي إشراق المقتري المنشآت المستهدفة واستمع لعشرات من المحتجزين على دمة الحرب وتدوين مطالبهم المتعلقة بالحقوق الاجتماعية والمدنية ومعاينة أوضاعهم الصحية والغذائية والحقوق المكفولة لهم في المواثيق الدولية والقوانين الوطنية كما استمع الفريق لتوصيات وملاحظات مسؤول الأجهزة المستهدفة في النزول وأهم الاحتياجات الإنسانية الضرورية والعاجلة لصالح نزلائها اشتركوا في القناة